قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين يعني ابن عروة قال أخبراني أبي عن الأحناف ابن قيسين عن عم له يقال له جارية بن قدامة أن رجلا قال له يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله قال لا تغضب فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب قال يحيى كذا قال هشام قلت يا رسول الله وهم يقولون لم يدق النبي صلى الله عليه وسلم